مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلسيين اليوم تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلقة الويد الشمالية من أحباط محاولة تهريب كميات من الحبوب المخدرة نوع إكستازي قدرت بـ 20126 حبة مخفية بأحكام داخل شاحنة لنقل البضاء قادمة من ميناء مرسيليا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج عند توريد أغراض تتمثل في دراجات بلاستيكية للأطفال وقد تشكك أعوان الديوانة التابعين لفرقة تفتيش المسافرين في محتوى عجلات الدراجة المذكورة فقاموا بتمريرها عبر جهاز الكشف بالأشاعة تبين احتوائها على أجساب صغيرة فتم أخذاعها إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة ليتم العثور على كمية الحبوب المخدرة فتم تحرير محذر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحارة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات كما كنت تسمع اليوم بالرسمي أعتاه الصحة الديوانة على الإنجازات الكبيرة اللي قاعدة تقوم بها بالرسمي قاعدة المذرة الشباب نقاطة تبيع الشباب نقاطة كما تعرف الحابة تصل ب10.15.25 والسيد جايب 20.000 حابة معنا ميزانية كبيرة فلوس كبيرة وخلينا نقوله منذر أقبل كل شيء منذر الشباب والعباد أقبل كل شيء ونزيد نعود نقوله يا تام الصحة خطر تعدى من مارسيليا معنا من الفرنسا نرون مو ثم إجراءات أكثر من اللي في تونس شلقوا بين في تونس برافو ديما نقوله برافو يا تام الصحة